اعلنت الحكومة التركية تعزيز اجراءاتها الامنية خصوصا على الحدود مع سوريا كما وعدت بالقاء الضوء سريعا على الاعتداء الانتحاري الذي نسب الى تنظيم الدولة الاسلامية وضرب مدينة سروتش الاثنين على مقربة من الحدود السورية ما ادى بحياة 32 شخصا على الاقل وكان المركز الثقافي في سروتش ظهر الاثنين هدفا لهجوم موجه ضد شبان مناصرين للقضية الكردية يرغبون في المشاركة في اعادة اعمار مدينة عين العرب او كوبان الكردية السورية التي دمرتها معارك انتهت في كانون الثاني يناير بانتصار اكراد سوريا على تنظيم الدولة الاسلامية وتجمع اشخاص من اقرباء الضحايا في احد مساجد مدينة غازي عنتاب المجاورة لسروتش حيث صلوا على انفس 25 من القتلى وفرقت الشرطة مساء الاثنين تظاهرات موالية للاكراد في اسطنبول كما اعتقلت الثلاثاء نحو 30 ناشطا من اليسار كانوا يتظاهرون في المدينة نفسها تنديدا بسياسة الحكومة ازاء الازمة السورية حسب ما افاد مصور فرانس برس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر